جبت سيرة مهمة جداً الموني لوندري يعني غسيل الأموال الموني لوندري هنا مقبول ناس واحد جمع أمواله من فساد أو من سرقة أو من أي عمل آثم بأي شكل من الأشكال والإثم كثير في جمع الأموال هنا بقى ينفع غسيل الأموال ينفع الموني لوندري بقى عند ربنا يجي عند ربنا ينفع أننا أحط بقى أعمله وأعمل مستشفى آه رقم تبرع لناس آه أكل ناس في المسألة تفصيل في المسألة تفصيل بنقول اللي عنده مال يأم يأخده من معين سرقه غله من معين أو من غير معين يعني مثلاً لو واحد تاجر حشيش أو تاجر مخدرات اللي قدر الله يعلم بنا يكفينا الشر وتاب إلى الله طب المال اللي عنده حيرجعه المين يأمل بي يبقى ده من غير معين إنما لو أنا رحت لفلان وسرقته وانا عارف الشخص اللي أنا سرقته يجب أن يرجع له فلوس اسمه معين ده اسمه معين تعالي نتكلم عن المعين الأول ونخش على غير المعين بالنسبة للمال الذي أخسته أو نهبته لقدر الله من معين شخص محدد لابد من رد المال إليه واردهله إزاي طب ما أنا كده حيفضحني وأنا أحياناً بيأتي من فساد مالوش علاقة بشخص بعينه ده غير معين ده غير معين ده شوفي الفساد الرشوة واحد مرتاشي لقدر الله واحد مرتاشي واحد غل الناس واحد سرق واحد وما يعرفش هو مين واحد نشال واحد نشال في الأوتوبيس وخد محفظة واحد إلى آخر هذا الكلام فإذا كان من معين لابد من رده إليه من غير معين بقى المعين لازم يرده إليه طب إن وجده قد مات يعطيه للورصة يعطيه للورصة هل يعمل كده عموما أنا بقول المفروض الواقع بقى كل واحد أذر بحالي مع الله طب افردي حضرتك لازم يقوله لا مش لازم يقوله يقوله مبروك كسبتهم في معرفش إيه يرموهمهم في البلكونة المهم يعملهم أي حاجة يرد المال يرد المال طب غير معين يعملي بقى هنا في هذه الحالة ينفقها على وجوه البر كما أخذ مالا عاما في حكمه يردهم في الأوجه العامة في حكمه عدل مساجد لأن إن الله طيب لا يقبله إلا طيبة والمساجد بيوت الله لا يقبل فيها مال حرام بأي حان من الأحوال فيعمل بها إيه من حفر بقرا أو أجر نهرا أو غرس نخلا أو زرع شجرا أو فعل فعلا أو شق طريقا أو بعف على برا أو أنفق خيرا على كل أوجه البر كلها كلها مش انتظارا للأجر ومالئي تكفيرا عن الزمن تخلصا من العقوبة من الزمن